فيلم ريدز بارو الحرب بين روسيا وأمريكا عمرها ما هتنتهي حتى لو ما فيش حرب بالجيوش في حرب جواسيس بتدور بينهم طول الوقت وعشان الجواسيس التقليديين با وسهل يتكشفوا روسيا قررت تعمل مجموعة من الجواسيس الإناس اللي بيستغلوا ونوستهم لجمع المعلومات بطرق خبيثة في روسيا وتحديدا في مصرح بالي كان فيه لعابة بالي جميلة اسمها دومينيكا دومينيكا كانت بتلعب بالي من زمان جدا وكانت عيشة مع والدتها وهي اللي بتصرف عليها في يوم من الأيام دومينيكا ثابت والدتها في البيت وراحت المصرح وقبل العرض بتاعها قبل الديوف كانوا جايين عشانها وكان من ضمنهم عمها إيفان اللي شغال نائب رئيس المخابرات الروسية كان فيه واحد تاني من الديوف اسمه ديمتري وده زعيم عصابة كبيرة أوف روسيا ديمتري طلب من دومينيكا انه يتصور معاه وساعتها بدأ يحرك ايده على ظهره ويتحرش بيها بعدها دومينيكا طلعت على المصرح وقدت عرض مبهر كالعادة وفجأة زميلها في العرض نط على رجلها وكسرها كسر خطير جدا دومينيكا راحت على المستشفى بأقصى سرعة وعمل الجراحة خطيرة في رجلها وبننتقل بعدها الواحد اسمه نايت ناش وده عميل سري كان شغال مع المخابرات الأمريكية بس كان شغال في مدينة موسكو نايت كان راح يشوف واحد من مصادره في حديقة المصدر ده كان مصدر تقيل جدا ودايما كان بيصرب معلومات سرية جدا لنايت وفجأة الشرطة الروسية ظهرت من ورا نايت فتصرف في زكاء وضرب كم طلقة من مسدسه في الأرض عشان يشتت الشرطة ويقبضوا عليه هو ويسيبوا المصدر بتاعه وفعلا المصدر قدر يهرب من المكان بدون محد يتعرف عليه والشرطة قبضت على نايت في مندوب من السفارة الأمريكية راح لنايت وقال له انه هيترحل لأمريكا لانه تكشف تاني يوم إيفان زور مدير المخابرات الروسية والجنرال فلاديمير واللي اتنين عرضوا عليه فيديو لمقابلة نايت مع المصدر بتاعه وقالوا له ان المصدر ده لسه مجهول وعايزين يعرفوه بأي شكل بنرجع تاني لدومينيكا وبنشوفها وهي بيتفوق في المستشفى وبتتفاجئ بان الدكاترة حطولها جزء ما عادن في رجلها وده هيخليها تبطلع ببليل للأبد الشهور بتمر ودومينيكا لسه ماشي على عكاز إيفان زور دومينيكا وقال لها انهم جابوا لها بديلة في المصرح وقال الاوام بقى انها تشوف شغل تاني ووفر لها فلوس ومركز وعرض عليها انها تشتغل معا في المخابرات وقبل ما يمشي ادالها شوية صور لزميلها السابق في الرأس مع حبيبته وكمان ادالها تسجيلات بيقول فيها انه قصر رجلها بالقصد عشان يجيب حبيبته تشتغل في المصرح مكانها ادام غلي في عرق دومينيكا اول ما عرفت اللي حصل وراحت على المصرح على طول وبدأت رائب زميلها السابق وحبيبته هما بيتدربوا ولما خلصوا تنريب راحوا على قوضة البخار عشان يهيصوا شوية دومينيكا دخلت عليهم قوضة البخار وبدأت تضربهم بهسترية بمضرب حديث وخرجت بعدها وبلغت البوليس على انها حدثة بعد اللي حصل دومينيكا ما كانش قدامها اي خيار غير عمها فرحت له المكتب بتاعه وقالت له انها عايزة تشتغل معاه وعمها قال لها انه موافق بشرط انها تجمع له معلومات من زعيم العصابة المتحرش اللي اسمه ديمتري ودومينيكا اضطرت توافق على اللي عمها عايزه لان مصاريف علاج والدتها غالي جدا في نفس الليلة دومينيكا راحت للفندق اللي فيه ديمتري وخدت شاور نديف ولبسة احلى فستان عندها ونزلت اللي استقبال عشان تستطد ديمتري وفعلا ديمتري بلعت طعم وراح لدومينيكا برجله وسألها لو محتاجة اي مساعدة دومينيكا قالت له انها مش قادرة تنسى لمسته لها ومن وقتها وهي بتفكر فيه وعايزة تحس نفس الاحساس ده تاني وفعلا الاتنين طلعوا الاوضة خاصة وديمتري ساب اتنين حراس قدام الاوضة ديمتري طلب من دومينيكا انها تقلع هدومها وبدأ يعتدي عليها بعنف وفجأة ظهر واحد لابس خوزة وقتل ديمتري ورمل دومينيكا جاكت تستور بي نفسها وخرجوا هما الاتنين من الباب الخلفي الراجل اللي قتل ديمتري كان عامل سر للمخابرات الروسية وكان اسمه كوستانتين ويفان هو اللي بعده ايفان قابل دومينيكا وقال لها انه قدامها خياري يا اما تكمل شغل معاه يا اما هتتعدب لانها شافت ديمتري وهو بيتقتل وطبعا دومينيكا اختارت انها تشتغل معاه دومينيكا راحت للمدرسة العسكرية رقم 4 ودي مدرسة متخصصة في تدريب جواسيس من نوع خاص اسمهم سبارو الجواسيس دول كانوا بيستخدموا الغرائز الجنسية عشان يغوض ضحايا بتاعتهم مديرة المدرسة اللي اسمها مطرون قبل الدومينيكا وديتها اسم جديد وخدتها للمكان اللي هتعود فيه وتاني يوم بدأت اول محاضرة للطلاب ومطرون هي اللي ديتهم المحاضرة دي في الاول اتكلمت عن الاحداث العالمية وقالت لهم ان روسيا هي الدولة الاقوى في العالم ولازم تحافظ على مكانتها دي فعشان كده جندتهم وقالت لهم ان من اللحظة دي اجسامهم بقت ملك الدولة ولازم ينفذوا اي مهمة تطلب منهم مهما كانت صعبة بننتقل بعدها لنايت وبنشوفه هو قاعد في مجلس من المخابرات الامريكية المجلس قرر يوقف نايت عن العمل لانه بقى كارت محروق بس نايت قال لهم انه كان شغال مع المصدر بتاعه السنين والمصدر ده ما بيسكش في حد غيره وساعتها المجلس اقتنع بكلامه وده له فرصة اخيرة نايت اشتغل من تاني بس في مدينة بودابست وكان عايز يقابل المصدر بتاعه تاني بس اللي ما كانش يعرفوا ان المخابرات الروسية كانت بترقب كل تحركاته بنرجع تاني للمدرسة العسكرية وبنشوف ان ماترون كانت بتدرب الطلاب على تحفيز رغباتهم الجنسية فعرضت عليهم فيديو خارجي وطلبت منهم يحددوا رغبة الطرفين اللي في الفيديو في طالب من اللي قاعدين اسمه فيكتور جاوب اول واحد بس اجابته كانت غلط ودومينيكا جاوبت بعده ويجابتها كانت صح وده خلت كل الفصل يضحك على فيكتور بعدها في بنت تانية جاوبت ويجابتها كانت صحة هي كمان ساعتها ماترون طلبت منها تقف قدام زمالها وتمتع واحد من الطلاب بس البنت ما قدرتش تعمل كده تاني يوم في جواسيس من نفس النوعية رجعوا من مهمتهم وساعتها دومينيكا خدت واحد منهم عشان تبسطهم بس اللي دومينيكا ما تعرفوش ان علاقاتها دي كانت جزء من الاختبارات واكتشفت انها تصورت مع الجاسوس والفيديو تتعرض على الشاشة ماترون علقت على دومينيكا وقالت لها ان اداءها كويس جدا بس لازم تتعلم انها تسلم نفسها اكتر من كده بعد ما المحاضرة خلصت دومينيكا راحت عشان تاخد شاور وفجأة فيكتور هجم عليها من ورا وحاول يختصبها بس دومينيكا ضربته بالحنفية في راسه اللي حصل ده عمل ضجة كبيرة قوي لدرجة ان الموضوع وصل للجنرال فلاديمير بنفسه فلاديمير سعل دومينيكا ليه عملت كده وساعتها جاوبته بانها بتقدم جسمها للدولة مش لزمائلها في الفصل تاني يوم ماترون طلبت من دومينيكا انها تخرج قدام الفصل كله وعرضت صورة لفيكتور وطلبت منها انها تستنتج رغباتها الجنسية فلاديمير كان بيرائب كل اللي بيحصل عن طريق كاميرا في الفصل وماترون طلبت من دومينيكا انها تمتع فيكتور دومينيكا خلعت كل اللي بسها وعادت على المكتب قدام فيكتور وطلبت منه حاجات غريبة بس فيكتور كان مرعوب بسبب اللي حصل له في الحمام وما قدرش يعمل كده ساعتها دومينيكا قالت لماترون ان فيكتور بيستمتع بالاختصاب فلاديمير اعجب جدا بأداء دومينيكا فكلفها بمهمة في بوداباست مهمتها كانت انها تقرب من نايت وتعرف مين المصدر بتاعه اللي كان بيقابله في الحديقة وفعلا دومينيكا قبلت المهمة وسافرت بوداباست وعاشت في شقة مع جاسوسة زيها اسمها مارتة والمهمة دي كانت تحت اشراف عضو في المخابرات الروسية اسمه مكسيم دومينيكا كانت ماشية ورا نايت في كل مكان وكانت بيتروح ورا حمام السباحة اللي بيتضرب فيه وفي يوم دومينيكا خبطت في نايت بقصدها وبدأت تتكلم معاه في اي هاري وعملت نفسها انها شغلة مترجمة للسفارة تاني يوم دومينيكا راحت لنايت حمام سباحة بس ما لقيتوش هناك والاغرب انها لقيت ان عضويتها في النادي تسحب وبنها اكتشف بعدها ان نايت كشفها وعارف انها جاسوسة في المخابرات الروسية وبالرغم ان نايت فشل في المهمة الاولى اللي انه قدر يقنع القادة بتوعه انه ممكن يجاند دومينيكا لحسابه تاني يوم دومينيكا راحت للسفارة واكتشفت ان مارت زملتها على علاقة مع سياسية امريكية اسمها ستيفاني وبعدها قبلت نايت هو كمان نايت قال لها انه هو اللي سحب العضوية بتاعتها من النادي وكمان اعترف لها انه كشفها وساعتها دومينيكا اعترفت له بكل حاجة دومينيكا رجعت بيتها من تاني وفتشت قودة مارتا حتة حتة واكتشفت ان مارتا تكلفت بمهمة جمع معلومات من ستيفاني تاني يوم دومينيكا راحت لمكسيم وطلبت منه انه يبعد تقرير كويس عنها للمخابرات عشان يوفر لها شوية وقت بس مكسيم رفض فدومينيكا القادرة فضلت تستفز مكسيم لحد ما اضربها وساعتها هددته يا اما يبعد تقرير حلو عنها يا اما هتروح تعمل فيه محضر وهتحبسه وطبعا كاميرات المكان اللي كانوا فيه كانت خير شاهد على الكلام ده المهم نايت كان مستنيها في مطعم ولما اتأخرت عليه مشي وافتكر انها مش هتجيله تاني بعد ما كشفها بس الحقيقة ان دومينيكا كانت وقفة بترقبه برا المطعم واول ما خرج منه مشيت وراه لحد بيته دومينيكا رنت الجرز على نايت ونايت دخلها شاقته بسرعة وسألها ازاي عرفت مكانه دومينيكا علت مستوى الصوت عشان ما حدش يسمعهم وسألته عن اللي حصل في الخضيقه بعد ما دومينيكا خدت الاجابة من نايت بسته وكانت عايزة تكمل اللي تهمعه بس نايت وقفها وطلب منها ترجع بيتها تاني تاني يوم دومينيكا جالها زيارة غير متوقعة من ايفان اللي كان عايزة تطمن على تقدمها في المهمة دومينيكا اضطرت تكذب عليه عشان تكسب شوية وقت وقالت له انها شغالة مع مرطة على قضية ستيفني وعايزة شوية فلوس عشان تكمل المهمة اول ما ايفان سمع سرية الفلوس خدت جاكت الجميل بتاعه ومشي من المكان بس ودومينيكا بتجيب له الجاكت الجميل فاتشت جواز السفر بتاعه واخدت كل المعلومات اللي فيه في نفس اليوم بالليل دومينيكا رجعت من برة وتفاجأت لما لقت جثت مرتة في الحمام وقبل ما تفهم ايه اللي حصل العميل كوستانتين ظهر من وراها ومسكها من شعرها وحطه الشاف وش جثت مرتة وقال لها ان دا اللي بيحصل لللسانه بيفلت وبيصرب معلومات بدون قصد في نفس الوقت نايت جات له رسالة من مصدره المجهول بتأكد له ان دومينيكا جاسوسة للمخابرات الروسية وبالرغم ان القادة بتوعه شايفين انها مصدر خطر بس نايت كان واسق انه هيقدر يجندها تاني يوم بالليل نايت جاب دومينيكا للبيت بتاعه وقال لها انه عارف كل حاجة عنها ودومينيكا قالت له انها مش حابة الشغل مع المخابرات الروسية وانها اضطرت تتعامل معهم عشان والدتها نايت عرض على دومينيكا انها هتشتغل عميل مزدوج لصالحه وفي المقابل هيحميها هي والدتها وبعد تفكير طويل دومينيكا وافقت على العرض بتاع نايت واللي اتنين احتفلوا بطريقتهم الخاص تاني يوم الصبح دومينيكا قابلت القادة بتاع نايت وساعتها حطوها على جهاز كشف الكدب وتأكدوا انها عايزة تشتغل معاهم فعلا اول ما دومينيكا نكحت في الاختبارات بتاعتهم طلبت منهم فلوس كتير وقالت لهم انها هتقدم لهم استفاني على طبق من دهب لانها امريكية خينة وكانت هتبيع المعلومات لمرتة قبل ما تموت المهم القادة الامريكية ندوها الفلوس اللي هي عايزها وفعلا دومينيكا سفرت مع مكسيم للندن عشان تقابل استفاني وهناك قعدت في قوضة خاصة في فندو المخابرات الامريكية هي اللي جهزت القوضة دي مخصوص عشان دومينيكا وحطت فيها كاميرات وشوية استوانات مزيفة عشان تستبدلها بالاستوانات الحقيقية اللي استفاني هتدهلها وتدي الاستوانات المزيفة للمخابرات الروسية وفعلا بعد فترة سيارة استفاني وصلت الفندو دومينيكا تكلمت مع استفاني وقالت لها انها من طرف المرحومة مرتة وفعلا استفاني بلعت الطعم ودتها استوانات عليها معلومات سرية امريكية وخدت من دومينيكا شنطة مليانة فلوس دومينيكا رحت على قدتها وبدلت الاستوانات الحقيقية باستوانات مزيفة اول ما استفاني خرجت من الفندو حست ان في حاجة غلط وتأكدت ان عملاء المخابرات الامريكية مرشاقين في كل مكان ساعة هرمت شنطة الفلوس في اول زبالة قبلتها وحاولت تهرب من المكان بس لسوء الحظ في عربية جات وخبطتها وماتت في نفس اللحظة العملاء الروسيين شافوا كل اللي حصل وكانوا فاكرين ان دومينيكا وماكسيم هم اللي صربوا المعلومات فأمروهم انهم يرجعوا تاني روسيا في اقرب وقت اول من الاتنين وصلوا لروسيا ايفان رحب بيهم بطريقته الخاص وخد اللي الصوانات منهم وبالرغم انه ما كانش عارف يمسك عليهم حاجة اللي انه فضل يعزف فيهم ايام ولما زيق من مكسيم عدمه دومينيكا فضلت تحلف لعمها انها ملهاش علاقة بالامريكان وبعد فترة من التعزيم ايفان صدقها وسمح لها ترجع بودابست تاني عشان تكمل مهمتها الاصلية وتكشف مصدر نايت بمجرد رجوع دومينيكا لبودابست من تاني رحت وقابلت نايت وقاضت مع ليلة ولا الف ليلة في نص الليل دومينيكا سحت منه ولقيت كوستانتين مأيد نايت في كرسيو بيعزف فيه عشان يعرف منه مين المصدر بتاعه دومينيكا عملت نفسها مع كوستانتين عشان ما يقتلهاش وبداية تعزب نايت هي كمان ولما كوستانتين اداها الامان وغفل عنها لحظة دومينيكا هجمت عليها وقتلته بمساعدة نايت حبيبها بس الاتنين خرجوا من المعاركة دي بإصابات خطيرة جدا دومينيكا فائت في المستشفى وفجأة لقيت الجنرال فلاديمير داخل علينا فلاديمير قال لها انه المصدر بتاعنايت فلاديمير كان بسئول كبير جدا في روسيا بس صغير ولاقه لما مريديوشي علجو زوجته وده لأن الدكتور بتاعها كان أمريكي فلاديمير كان عارف انه هيتكشف للروس في أي وقت فاقترح لدومينيكا انها هتسلمه هي الإيفان وساعتها إيفان هيديها الامان وكمان هتبعد اي شكوك نحيتها بس دومينيكا ما وفقتش على فكرته وقالت له ان الفكرة دي فكرة سخيفة وبعد تفكير طويل دومينيكا قررت قرار تاني خالص دومينيكا سلمت نفسها للسلطات وطلبت تقابل السفير الروسي وفي المكالمة دي دومينيكا قالت للسفير انها هتعرف اسم المصدر بتاعنايت بس مش هتقول أي حاجة إلا لما تاخد حريتها وفعلا تم تحديد معادل تسليم المصدر ونايت راح مع دومينيكا عشان يأكد هوية المصدر نايت كان متضايق جدا من دومينيكا لأنها خانته روز جابوي وبقى إيفان مش فلاديمير وبنكتشف بعدها ان دومينيكا رتبت كل حاجة وحطت كل الأدلة على خط واحد عشان توقع عمها إيفان وتلبسه وهو التهمة وتخرج فلاديمير من الموضوع زي الشعر من العجينة وفعلا خطتها نكحة أول ما نايت شاف إيفان أكد في ثواني ان إيفان يبقى المصدر بتاعه فعلا والسلطات الروسية سلموا إيفان لنايت وخدوا مكانه دومينيكا وفجأة إيفان اتقتل بطلقة من قناص روسي وفي آخر مشهد في الفيلم بنشوف دومينيكا وهي بتتكرم من السلطات الروسية وفلاديمير قاعد بيسقف لها وبنعرف إن حياتها دلوقتي بقت أحسن بكتير وعيشة عيشة زي الفل مع والدتها وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا شكرا على المشاهدة وسلام يا صديقي